مزيد من تسخير الإمكانيات للمنظومة الأمنية العراقية هذا ما تطالب به لجنة الأمن والدفاع النيابية من خلال تخزيص المزيد من الأموال في موازنة عام 2021 لكي تنفق في مجال تطوير القدرات العسكرية والأمنية للجيش العراقي وبقية التشكيلات الأمنية ضعف في المنظومة الأمنية خروقات كثيرة حدثت في الأمن الأخيرة من تالي هذا الضعف جاء نتيجة قلة التخصيصات المالية لهذه الوزارات الأمنية أكثر الأحيان هناك قلة في الكادر المتخصص خصوصا فيما يخص المعلومة الأمنية والاستخباراتية تركيز جهد أكبر لضبط الحدود العراقية السورية ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش يعد من أهم الأهداف الأجهزة الأمنية العراقية في الوقت الحالي لمنع حدوث عمليات إرهابية تخلخل الأمن في العراق الجهد الاستخباري يحتاج إلى تمويل في مجال التكنولوجيا وفي مجال كذلك تطوير المصادر المفتوحة وفي مجال كذلك التعاون الاستخباري على التدريب المتقدم لعناصره وهذا بالتالي ما يجعل الآن الموازنة يجب أن تستجيب إلى هذا التهديد الذي يهدد المجتمع العراقي نتيجة لأننا نطارد الآن من التنظيم الإرهابي أشباح وكثفت الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية من عملياتها ضد عناصر تنظيم داعش في المحافظات الحدودية وذات الطبيعة الصحراوية من أجل منع التنظيم من شن هجمات جديدة تستهدف مراكز المدن يستعد العراق لتنظيم انتخابات نيابية حاسمة على المستوى السياسي يطمح من خلالها الشارع العراقي إلى تغيير ميزان القوى داخل البرلمان لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود بالتزامن مع تصعيد تنظيم داعش لنشاطه من خلال تنفيذ عدة هجمات إرهابية الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف الجهود الأمنية لدرء الأخطار وللمضي قدما بتنظيم تلك الانتخابات مصطفى القطان قناة الغد بغداد